اهلا بكم منذ تأسيسها وهي في تعثر مستمر فتارة تحت نظام الظلم والاستعباد وسيطرة الخوف على أدمغة وأقدام اللاعبين خشية الخسارة التي غالبا ما تنتهي بالعقاب وتارة أخرى تحت اللانظام فسوء التخطيط وضياع الدعم وفساد المنظومة وعدم احترام التاريخ أدى بالكرة العراقية للتدحرج إلى غياهب الضياع عاشت الكرة العراقية ظروفا صعبة وأحداثا تراجيدية في العديد من مفاصلها ابتداء من مشاكل المدربي المنتخب الوطني إلى بروز ظاهرة التزوير إلى المشاكل التي ضربت أطناب بعض الأندية وصولا إلى اعتزال اللاعبين دوليين احتجاجا على سلوكيات الاتحاد والمنظومة بشكل عام وانتهاءا باللا نهاية لموسم الدور العراقي الممتاز فهل يعقل أن يستمر اللاعبون باللعب على أرضية الملاعب على مدار السنة دون التفكير من قبل رؤساء أنديتهم في الانتقال إلى المرحلة اللاحقة؟ متى يرتاح اللاعب؟ متى تفكر الأندية بستراتيجية جديدة؟ متى تصحح أخطاء الموسم؟ والسؤال الأهم متى يبدأ الاستعداد للموسم الجديد؟ لا يختلف اثنان من الوسط الرياضي مسؤولين أو مدربين لاعبين أو متابعين على أن نتائج المنتخب الوطني في جميع البطولات جاءت مخيبة للآمال وظهرت جميع يتحدث وإشارات اللوم والتقرية على اللاعبين ومدربيهم أوصفوهم بالفاشرين لكنهم لم يتطرقوا إلى الأسباب ولم يوضحوا للمهتمين بالكرة العراقية ومستقبلها بأن اللاعب هو بشر مثلهم وليس روبوت أو آلة لا تحتاج إلى الراحة والاستجمام وإعادة لملمة الأوراق ولم يجرأوا أيضا على الإضاح بأن الرياضة في العراق لم تسلم من المحسوبيات والمحاصصة المبنية على الطائفية والحزبية والتي أبعدت الكفاءات والمختصين وجلبت الفاسدين الرياضة العراقية تعيش أصعب مرحلة في تأريخها وخاصة في مجال كرة القدم الكرة العراقية أسيرة عند أشخاص لا علاقة لهم بالكرة فهمهم الوحيد هو المكاسب المالية وخير وأقرب دليل هو الدوري ذات الفصول الأربعة إلى الأخبار أحبة المشاهدة أهلا بكم أحبة المشاهدين مرة أخرى نبدأ أخبارنا اليوم من الخبر الأول وهو تتويج فريق نادي الشرطة بلقب الدور العراقي الممتاز لموسم 2018-2019 بعد أن نحقق نتائج باهرة دعونا نرى هذه اللقاطات الحصرية لتتويج نادي الشرطة باللقب من قبل وزير شواب ورياضة ورئيس الاتحاد العراقي المركز لكرة القدم وأيضا هناك كان جمع غفير من المسؤولين العراقي ألف مباركة للأمة الشرطاوية كما يحلو لجمهور نادي الشرطة تسمية فريقهم بهذا التتويج بعد العروض الشيق اللي قدموها في هذا الموسم وإن شاء الله يا ربي كل أنديتنا ترتقي بمستوياتها في الموسم المقبل حتى نشوف دور عراقي يرتقي إلى المستويات اللي أحنا نريدها خلي نشوف أيضا الخبر الآخر وهو وداع نيبوشا اللي هو مدر فريق نادي الشرطة بعد تعاقده مع فريق نادي الصفاقسي حيث سلم على اللاعبين واحد واحد وكانت هناك مشاعر كل جميلة من قبل اللاعبين نعم هذا المدر بالشرطة ونيبوشا اللي تعاقد مع فريق نادي الصفاقسي التونسي خلي نشوف هذه اللقطات أما الخبر الأخير فهو تأخل نادي الهندية إلى مصاف الدور الممتاز بكرة الصلاة بعد أن قدم مباريات كبيرة ومستويات فنية شيقة أهلت لأن يكون متصدر لفرق مجموعة وبالتالي التأخل إلى الدور الممتاز بكرة الصلاة حيث تغلب على نادي الحشد وأيضا على نادي العزة ونادي الأنبار ونادي الصوفية هذه اللقطات الهيئة الإدارية لنادي الهندية اللي من المؤمل أن يكون رقم صعب في الدور العراق الممتاز للموسم القادم كل التهاني والتبركات لهذا النادي الفتي اللي من المؤمل مثل ما قلنا أن يكون رقم صعب في الدور الممتاز للموسم القادم إذن أحبت المشاهدين بقتلنا شغلة قبل أن ننتقل للمحور الرئيسي في حلقة هذا اليوم حيث من المؤمل أن تنطلق بطولة غرب آسيا بكرة القدم على ملعبي أربيل وكربلا من الثلاثين وحتى الرابع عشر من شهر آب القادم طبعا نشارك في هذه البطولة تسع منتخبات أعلنت مشاركة تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين مجموعة تلعب في أربيل على ملعب فرانسو حريري والمجموعة الثانية تلعب على ملعب كربلا الدولي خل نشوف بعض اللقاءات مع الزملاء الإعلاميين العرب من المؤمل أنه يرافقون المنتخبات وأيضا مشاعرهم لإقامة مثل هكذا بطولة مهمة على أرض الرافدين خل نشوف هذه اللقاءات مرحب بكل ضيوف العراء في بطولة غرب آسيا إن شاء الله بطولة مميزة والكل يستمتع فيها بالمستوى الفني والتنظيمي ثقتنا كبيرة جدا في الحضور الجماهيري ليضيف لهذه البطولة أجواء مميزة للغاية كما عودتنا الجماهير العرائية العاشقة والمتيامة بكرة القدم إن شاء الله بطولة مميزة وتخرج بأفضل صورة إن شاء الله تحياتي محمد الجزار جريدة الوطن القطري يستضيف العراق بطولة غرب آسيا للرجال بعد أيام قليلة تحت شعار مرحبتين عيوني وهي لكنة جميلة عراقية بعضها العراق البلد المضياف البلد الذي يتسع قلبه لجميع أبناء الشعوب العربية يستضيف البطولة بمشاركة ثمان منتخبات عربية كل التوفيق للعراقيين والقائمين والمسؤولين على تلك البطولة مع تمنياتي لهم بالتوفيق ودعواتي القلبية لهم أخوكم الإعلامي السعودي مشعل قمي صاحبة الوسام السعودي خير كل الترحيب بإقامة بطولة غرب آسيا في العراق الشقيق ونحن واثقون بأن العراق قادر على تنظيم بطولة ناجحة ونرحب بالوفود المشاركة ونتمنى أن تكون البطولة بحجم التمنيات ورغبة الانتصار في نفوس كل المنتخبات التي تشارك بتنافسية جميلة وبعلاقات ود ومحبة لأنها تحقق أحد أهم إذن أحبت المشاهدين يعني هذا كان ملخص لكلام بعض الزملاء العرب بما يخص مشاعرهم لقامة هذه البطولة بطولة غرب آسيا في العراق لفترة من الثلاثين وحتى الرابع عشر من شهر القادم أحبت المشاهدين اليوم الكل يعرف أنه برنامج بالتسعين اللي هو امتداد لسامر راس بورت يعني منبر لكل الرياضيين اليوم أحنا مستعدين نناقش أي مشكلة تخص الرياضة العراقية بغض النظر عن منه ومنه الطرف الثاني ومنه ضد منه أحنا نناقش مشكلة مشكلة عامة تخص الرياضة العراقية خاصة في الفترة الأخيرة والحمد لله والشكر يعني البرنامج أخذ على عاتق حل بعض الإشكاليات الموجودة خاصة في مجال كرة القدم العراقية اليوم قدم إلينا ضيف عزيز إلى بصمة كبيرة في تاريخ الرياضة العراقية وهو الحكم الدولي عبد الرحيم البدران اللي خلي رحب به بالبداية وبعدين نتكلم عن ظهوره في هذه الحلقة مرحبا بك كابتين أشكرك أستاذ حميد وبرك الله بك وأشكركم على استضافة جميلة في قناة سامر حياك الله كابتين اليوم يعني البرنامج هو واحى لكل الرياضيين وليس في مجال كرة القدم أعتقد اليوم راح تكون حلقتنا خاصة لبعض المشاكل اللي تخص لجنة الحكام في هذا الموسم وفي المواسم السابقة نعم نعم كابتين بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أيضا نطيك يعني مطلق الحرية في الكلام نعم ما نقطع فالشي من أثر عليك حتى تقول فلان من الناس يعني حارب الحكام أو كذا أو كذا أو كذا أكو تفاصيل دقيقة راح أسألك بيها نعم وبنفس الوقت يعني حق الرد مكفول للطرف الآخر مهما كان أي واحد يرد اسمه في هذه الحلقة حق الرد مكفول إليه نعم بسم الله الرحمن الرحيم بالحقيقة أنه هناك يعني أنه أنا جيت على قناة سامرة اللي شبته يعني أنه منبر لطرح العديد من المواضيع المهمة في عالم كرة القدم اليوم موضوعنا أنه عن لجنة الحكام والأخطاء اللي وقعت بيها وبالإضافة إلى يعني هناك فساد في لبعض أجزاء لبعض أعضاء لجنة الحكام وأيضا هناك يعني اليوم مثل ما شفتوا يعني جماعة أنه اليوم ما شاء الله ملفات كلهم ملفات نعم من الأدلة على لجنة الحكام هذا جهد بعد يعني أنه صراحة يعني أشهر يعني من بداية لجنة الحكام من انطلاقتنا يعني بعد ما كانت هناك لجنة الحكام برئاسة الحاج طارق هالموسم أنه تغيرت لجنة الحكام وصارت يعني لجنة حكام جديدة وهي ما ترى ما جديدة نفس الأشخاص بس يعني رأي حاج طارق يجى دكتر صباح قاسم أنه الأعضاء نفس الأعضاء ما صار أي تغير في لجنة الحكام بس يسمونها يعني لجنة حكام جديدة طيب خلي نوقف شوي هنا حتى ما يفوتنا أي شيء أنت شنو رأيك بلجنة الحكام السابقة اللي برئاسة حاج طارق والله صراحة يعني خلال هالسنوات الماضية يعني أنه خلي يعني أنه أختصرها بكلها كان يعني أنه ثلاثة أشخاص بلجنة الحكام السابقة والصراحة يعني مع عدل المشاكل اللي صارت بالأخير يعني من المظاهرات على لجنة الحكام واني من الأشخاص اللي طلعت مظاهرة نعم أنا كنت يعني أنه الصراحة أتشي لك إياها أنا كنت مرشاه دولينا 2012 ومن هجرت من الموصل رحت البغداد أنه يعني يحتضنوني لجنة الحكام يعني للأمانة واحد يحتيها أنه هذا يعني أنه حظه بخت أنه ما يصر واحد يعني يعني يحتي شيء أنه ما لجنة الحكام احتضنتني وانطقتني يعني قامت انطيني أربع مباريات السابقة السابقة أربع مباريات بأسبوع واحد أخذ سبب اللعبتين وثلاثة اللعبتين اللي أنه مهجر يعني قدروا ظروفي ويعني واحتاجوني يعني أنا كوني حكم درجة أولى يعني من 2009 حكم دوري العراقي كانت يعني لجنة الحكام ثلاثة أشخاص حجي طارق وأستاذ نوري عباس الله يرحمه وأستاذ عادل غصاب هذول الثلاثة أنه كانوا ممشي لجنة الحكام كلها يعني هسا أشقد ما أشنا نحكي على أخطائها لجنة الحكام السابقة بس الصراحة بشي واحد مثلا أنا طلعت مظاهرة على حجي طارق وحجيت عليه بساحت التحرير وصرحت أن الأخطاء اللي كذا مع العلم أنا طلعت مرشح دوليين بس يعني شفت الناس اللي طلعوا عليه كلها تدعي الظلم والمظلومية وكذا أنا قلت أنه يعني معقول أنه أنا حكم الواحد اللي مثلا أنه أنا على صح وما على خطأ وقالوا وإحنا نريد نغيرها وصار أنه ننطي فرصة للحكام يعني الأعضاء يعني حكام دولين سابقين شباب أنه ليش أنه حجي طارق أحنا من وعدين أدني هو رئيس لجنة الحكام طلبوا يعني قالوا وإحنا عندنا مطالب اللي هي تغيير عندنا تغيير مو بسين بالأشخاص تغيير بالأشخاص وبعمل لجنة الحكام لهذا أنه طلبوا مني أنه أنضموا إياهم المعترضين الحكام المعترضين بس للأسف أنا صراحة طلعت وبعدين يعني فيما مضى يعني أنه بعدين في وقت لاحق أنه الصراحة ندمت على هاي الطلعة لأنه أنا يعني شكرا ما طلعت على حجي طارق وشكرا ما حجيت وهي بس من أروح له على الاتحاد أو على مقرجة لجنة الحكام وكان دائما متواجد بيها من أروح عليه يستقبلني أمني واش بأنه يستقبلك؟ نعم ما بس يستقبلني يستقبلني وينطيني يعني مباريات يعني العام الماضي أحتيها للأمان والتاريخ العام الماضي أنا ما اختبرت ما اختبرت ولا اختبار حجي طارق نطعني مبارايتين دور التأهيلي مباراة الصناعة والناصرية ومباراة الصناعة والخطوط ببغداد زين قال لي يعني عبد الرحيمان يحتاجك مبارايات مهمة أنت حاليا موجود ببغداد وهذه مبارايات مهمة أنه جاهز بدنيا نجحت بيها نعم الحمد لله وشكري أنا حصلت على تقييم عالي من أستاذ خليل إبراهيم الحكم دولي السابق اليوم كابتن بس شوية يعني حتى أسألك نعم يعني حجي طارق قدم لك كل شيء اللي هو رأي شجرة الحكام السابق نعم قدم لك كل شيء واحتضاني لك ويعني ما قصروا إياك في تلك الأيام اللي مريت بيها بظروف يعني صعبة أثناء تواجدك في بغداد شو عجب طلعت عليه المظاهرات وهو ما قصروا إياك أنا قلت الشغلة حتلصر شخصية مصلحة شخصية لو كانت مصلحة شخصية شأن بقيت ما طلعت عليه أنه كان أستفاد وأظلت ساقط وأستفاد وما أحكي كل شيء يعني بس قلت يعني أنه عندي رأي وهذا الرأي يظل التاريخ أنه اللجنة المعترضين أو الحكام المعترضين أنه كانوا يعني يعني أنطوني صراحة أنطوني نقاط أنطوني يعني دليل عملهم قالوا أن هذه الورقة خلي نقول مثل الدستور راح نمشي عليه صراحة أصلاحات نعم أصلاحات الأخطاء السابقة يعني اللجنة السابقة إصلاحات كثيرة الصراحة أنا اختناعت بها الإصلاحات يعني منها بالإصلاحات بالواجبات بالترقيات بالمعسكرات بالترشيح لشارة الدولية بالتقييم يعني كافة الأمور بالأمور المادية بالأمور المعنوية بالأمور التجهيزات هاي اللجنة خلنا نحجة عن هاي اللجنة شوية نعم هذه اللجنة وأني هم أرجع بعد شوية للجنة حج طارق نعم هذه اللجنة أول من بدأت الصراحة يعني أنه خلي يعني ننطيفد يعني شيء على هاي اللجنة هاي اللجنة هذا الموسم كان من أكثر المواسم الأخطاء تحكيميا أكثر موسم على مرحب التاريخ هذا الموسم الأكثر أخطاء بالدوري أي يعني في ظل وجود هذه اللجنة شنو السبب أخطاء الحكام شنو سببها؟ أخطاء الحكام أخطاء الحكام كثير مقصوده لو لا كابتن هذا سؤال لا 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 نهائيا لأن احنا يعني من نطلع واجب أنه علينا مقيم علينا مشرف علينا كاميرات علينا إعلام علينا جمهور الصراحة يعني البدلة اللابسيينها أنه هذه أمانة يعني ليش هاي الأخطاء؟ ليش هاي الأخطاء كابتن؟ الأخطاء يعني تتحملها لجنة الحكام أي يعني مثل أبصد مثال على الأخطاء الحكام حكم يكرروا على نفس الأندية حكام مجموعة حكام وليس حكم يكرروا على نفس الأندية هذا النادي أنا من خسرت ويا حكم يعني أكو بعض الأندية يعني مو كل الأندية بعض الأندية أنه تتشائم أنه اليوم إجاني فلان من الحكام خسروا السبب حكم واليوم صراحة يعني جبت مجموعة من الأدلة يعني على أشخاص يعني فيما يدعون أنه هم أعلاميين ونشوف منشوراتهم ونشوف شغلاتهم يعني مثل هذا الشخص هذا الشخص يدعي أنه هو أعلامي بنادي الميناء من حيثيته يا نادي الميناء قال له هذا الشخص أنه غير يعني ما أتابع عنه لا لا مو تابع لهم هذا أنا أعرف أي يعني هذا الشخص جمهور أي هذا جمهور بس دائما منشوراته شوف هذا مثال بسيط على منشوراته شوف شي يقول يعني يعني يسيب وشتم وكذا وهاي وعلى وسائل التواصل الاجتماعي يعني الحكام الحكام عنده أهل عنده أولاد عنده عمام عنده خوال عنده عائلة عنده مجتمع هو عايش به عنده بيه هو عايش به أنه ما يصر يعني تنزل ليش منشورات يعني منشور يعني معيب يعني ما يقدر أنه يذكر هاي الكلمات اللي مذكورة وعلى وسائل يعني التواصل الاجتماعي هيش كلمات تنذكر للأسف الشديد يعني حتى ما نطلع اسمه كابتن نعم 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 مره وجه الهيتش نفس نعم يعني صراحة حشيته إياها يعني حتى وجهت أشخاص يعني من وجهاء محافظة البصرة صراحة ورياضيها أنه تحرك على هذا الشخص راح وقال لهذا الشخص من الجمهور ومع الأسف أنه هذا الشخص يعني يعني وصفه بعبارة يعني ما يعني يعني ما تنحشي يعني تنحشي أنه قدام وسائل التواصل أو قدام الإعلام لأنه يعني وصفه بوصف يعني أنه صراحة وصف يعني يعني معيب لهذا أنه قلنا من الأخطاء لجنة الحكام أنه يكررون الحكم على نفس الفرق وهذا الفريق يخسر ويجي مرة ثانية يتكرر الحكم سواء حكام دوليين أو حكام درجة أولى زي ليش يتكررون على نفس الفريق؟ يعني بس هذا عمل هذا عمل الواجبات اللي تنطيها لجنة الحكام من نحشي ويا لجنة الحكام يقولون إحنا ما مسؤولين السحبة ما إحنا نخليها وهذا كلام أظه لجنة الحكام نجم عبود يقول كل السحبات يوم دكتور صباح قاسم هو الوحيد اللي يخلي السحبات وهذا كلامه وهاي أنشرها يعني قدام القنوات قدام الإعلام سامر إذا موجود ممكن أنه تكون موجود أنه بس أنه هذا كلام لأنه هناك كلام يعني صراحة أنه هذا لا ينسل بس هذا لأنه أمنوني نعم يعني عدة منشورات يعني عدة كلام أنه أستاذ نجم عبود يذكر يعني أنه هو يقول إحنا ما قاعدين أنه فقط السحبة اللي يخليها دكتور صباح قاسم سامر خلي نشوف الملفات اللي جايبها كابتنا عبد الرحيم نعم يعني حقيقة ترى هاي مو بس مجرد ورقة هاي أوراق هذا ملف كامل هاي يمكن عشرين ورقة لو أكثر هاي كلها ملفات ملفات يقول الكابتن الحكم عبد الرحيم البدراني أنه هاي كلها ملفات فساد على لجنة الحكام الحالية نعم طب يعني هذا لازم هناك من يحاسب هناك من يدقق في هذه الأوراق رجل ما إجل حاله أنا ما لأتهم لجنة الحكام حقيقة لكن هو يعني القول للكابتن عبد الرحيم البدراني اللي جاب كل هذه الأوراق المستندات اللي وياه وديقول أنه موجود فساد بلجنة الحكام الحالية اللي ترأسه الحاج دكتور صباح يعني هذا الموضوع يجب أنه يخضع للمحاسبة نعم وللتحقيق ولهذا الرجل يعني إجه من مدينة الموصل حتى يكشف هذه الأوراق وهذه الأمور أمام الرأي العام لعل يعني يكون فد هناك إجراء بما يخص هذه الملفات نعم كابتن أنا الصراحة يعني أنه أنا أشد من هذا البرنامج ومن ممبر قناة سامر را أنا أشد الأستاذ أياد بن أيان مستشار رئيس الوزراء نعم للشؤون الرياضية أنا أشد الشيخ صباحي الكناني رئيس لجنة الإصلاح في العراق أنا أشد وأني حاضر مو بس أنا أنا ومجموعة من الحكام اللي يكلفون أنه أكون ممثل عنهم يعني أنه هذا كلامهم أنه أنا ما جايب هذا الشيء من عندي هذا كلام مجموعة من الحكام قالوا أنه تطلع بالبرنامج وتذكر هاي الشغلات اللي نقول لك عليها وندزها وأني موثقة عندي بالموبايل يعني كلها كتب رسمية كلها كلام كلام موثقة كلام موثق ورسمي بما يخذ هاي الصورة بالله نعم موجودة عندي تسجيلات صوتية موجودة عندي كافة الأمور أنا هذا الموسم هذا الموسم يقولون عبد الرحيم أنت ما ناجح بالاختبارات النظرية يعني وصلتني رسالة وصلتني رسالة من الدكتور صباح قاسم يقول لي عبد الرحيم أنت معاقب عن التحكيم لأن تحكي على لجنة الحكام هاي شنو يعني هذا يعاقب نعم يقول لي أنت تحكي على لجنة الحكام أنا صراحة يعني قلت له شنو السبب قال لي أول شي أنت مكمل بدرسين زين قلت لي ليش أنا من أشارك بدورات دولية هذا هاي نتيجتي بمعسكر قطر هاي النتيجة المحاضر كان المحاضر اللي هو تونسي الجويني وهذا والمدرب اللياقة كان محمد شريف خواجة تونسي وهذا صورتي وهاي اسمي وهذه المجموعة الثالثة يعني المجموعة الوحيدة اللي حصلت على أعلى الدرجات المجموعة الثانية يعني ما مشتاز الاختبار المجموعة رقم واحد فاشلة شوف مجموعة رقم واحد فاشلة بالأحمر بس رقم ثلاثة اللي هو اشتاز الاختبار وهاي أيضا النتائج الاختبارات هذه موجودة كلها موجودة رجل يعني مدى يعرض فدشي من وحي الخيال نعم كلها موجودة يعني هذه خلال مشاركتي معسكر قطر للحكام العراقيين الشباب ودخلت أيضا معايشة رياضية مع حكام الدوري القطري وهاي نتائج مالتي موجودة وتظهر وقدام الجميع يعني ليش إحنا من أشارك يعني من يختبرونا حكام دوليين ودورات دولية اختبرني الماليزي واختبرني السعودي واختبرني اسماعيل الحافي مدير مكتب الفيفا بغرب آسيا المحاضر الدولي السعودي علي الطريفي اختبرني الماليزي اعتقد اسمه رافي اختبرني مرتين اشارك حكام قطر اشارك معسكر حكام قطر واطلع من الأوائل هاي مشاركاتي في دولة قطر وحصولي على مراكز الأولى وهاي ايضا نعم هاي كلها وهاي اسا اذكر لك هذه دورة دولية دورتين دولية واحدة طلعت بيها الأول خليشوف المشاهد نعم دورتين دولية وحصلت على احد الدورات على المركز الأول زين ليش من اختبر هناك وقدام حكام يعني قدام لجنة من تونس ومن قطر ومن سعودية دولية ومن ماليزيا أطلع ناجح وأول وليش من اجي اختبر بالعراق أطلع يعني اكمال زين هاي الدرجات مالتي وقت حاج طارق هاي درجات مالتي 23 من 30 هاي أقل درجة وشيت ما راضي عنها هاي 15 من 20 درجات يعني خذتها من مصادر خاصة من يعني باللجنة السابقة زين هاي 18 من 20 هاي الإنجليزي شوف الإنجليزي وبس وحدة عندي خطأ إنجليزي يقولوا انت راس بالإنجليزي وبالعربي هاي كلها درجات وهاي تصليح من لجنة حكام السابقة برئاسة الحاج طارق زين هاي كلها درجاتها كل شيء كل زين شوان حصلت هاي الدرجات هاي الدرجات حصلت الصراحة يعني انه من أحد العضاء اللجنة السابقة يعني انه تعاون وياي طلع هذا العضاء نعم نحن سوى ما موجب للجنة الحالية اي لهذا انه يذكر هذا الشيء وانطاني هاي الشغلات نيجي بالنسبة للوزن هذا وزني وهي قدام هذه وزن طبيعي شوف وزن طبيعي ما عندي اي زيادة حتى لا يقولوا الوزن مرة يقولوا الوزن مرة طول مرة عرض مرة الركضة مالتك مرة هاي الأعذار اللي يحكوها للحكام ما علي صراحة أنا ما حاشي لي هذا الشيء بس للحكام السابقين عاد من يجت هاي اللجنة انه قام يطلعوا اليومي أعذار انه يوم مكمل بدرس يوم مكمل بدرسين أنا صادفتني غروف ابتعدت موسم كامل يعني ليلة الاختبار عندي بنت صار بيها سكري عمر ست سنين أنا اروح على الاختبار لا اضلوا يا بنتي اختبار ثاني اجلت انه اثناء ليلة الاختبار ايضا صار عندي سويت عملية مزايدة اختبار ثالث صار عندي اصابة أنا ثلاث اختبارات مأجل اجيت على الاختبارات واسا راح تبدي النقاط اللي راح اطرحها النقاط مهمة وحالات يعني مهمة وصراحة مكتوبة أمامي ايه اجيت على الاختبارات اهسا من المرحلة الثانية المرحلة أول ما اختبر اجيت على الاختبارات المرحلة الثانية اختبرت اجتازية عملي بنجاح والحمد لله والشكر بعد مجهود ويعني تعب استمر لعدة أشهر بالتمرين اجيت على الاختبارات النظري طبيت على الاختبار النظري أثناء الاختبار يعني شاهدت الدكتور محمد عرب نائب رئيس اللجنة الحالية يعني بالإنجليزي يعني يرد الجواب الشخص من الحكام المقربين من عنده أي يعني رششة نعم نعم والدليل والدليل أنه أنا أفهم بالإنجليزي وفهمت عليه هاي النتيجة مالتي عندي بس خطأ واحد ما بهذا الاختبار يعني هاي اختبارات اللجنة السابقة زين صحته قلت لدكتور أنت عتعلمه غلط لو صار تغيير بالقانون اي قال لي شلون أعرفت يعني والله العظيم وأني مسؤولة عن كلامي كل كلمة أقول له بهذا البرنامج اليوم وأني مسؤولة عن كلامي نعم أكيد زين قال لي عبد الرحيم شون تقبله تقولي أنه أنا على ساعد حكام قال لي مجرد بس على أقرأ الأسئلة قلت له لدكتور أنا فهمت بالإنجليزي وأتحل الحالة حتى أشرح لك إياها إذا لا شرحت لها بالعربي هي حالة بالإنجليزية إذا لاعب يريد أن نفذ ركلة الجزاء ويجي للخلف يلعبها ما هي الجواب مثلا إعادة ركلة الجزاء ركلة حرة غير مباشرة شنو هذا الحكم قرائب أو شنو مجموعة أول وسط التحكيم أصبح في هذا الوقت صراحة أنه أصبح عما خالك أنا رح أذكر مجموعة أدلة بس إن شاء الله يعني اليوم رح أطرح الكثير من يعني من الأدلة اللي بحوزتي على هذه الأمور نعم قال لي عبد الرحيم أنا بس على قراء لهذه ما على جاوبه نعم بعدين راح ورجع قال لي عبد الرحيم اتريد بس جواب واحد أعلمك قلت له أشكرك دكتور ما أريد هذا الجواب حتى أنه دليل أنه محمد عرب كان يساعد مجموعة من حكام المقربين من عنده زين عضو آخر في لجنة حكام الحالية اللي هو لؤي صبحي لؤي صبحي اليوم صراحة ملف كامل عليه يعني من كانت بدايته يعني بالتسعينات وصراحة أنه أتساءل وأتمنى من اتحاد العراقي المركزي لكرة القدم يفتح موضوع مهم وخطير نعم أنه لؤي صبحي الحكم الدولي السابق هل كان معاقب في بداية مشوار التحكيمي بالتسعينات وشني هي العقوبة شني عقوبته ليش تعاقب إذا كان أكون هناك عقوبة لؤي صبحي صراحة موضوع خطير أنه أنا أنا ما أذكرها إذا ما أتأكد من المعلومة حتى يكون أنت ما أتأكد من المعلومة لحد الآن نعم يعني المعلومة بعد ما وصلتني يعني بالكامل إن شاء الله ما تصنين رح يعني أوعدك أنه أظهر قدام وسائل الإعلام جميعا لؤي صبحي مقعد يمه حكم مساعد درجة أولة من بغداد والله العظيم وردت أطلع الموبايل وصوره يعني الشغلات اللي أريد سويها قاعد يمه وهذا الشي ممنوع ما يصير عضو الإجنة الحكام يجلس بجانب حكم أكيد أو يختبر نظري والله وبهاي العيون أنا شفتها وبهاي الأذان أنا أسمعها درجة درجة السائم والخيارات يأشر لها بصبع بس كتابة ما كتب لي يعني يأشر على الأجوب زين بعدين أنا صيحت أنا متعمدة أصيح دكتور محمد عرب ولو أي صبحي في سبيل أنه أدينهم نعم قلت لحجي وقلت لحجي أنه بلك هذا الجواب وأنا نكمل الله وراح أسلم الورقة شاف الورقة باو عليه كان يقول دكتور صباح قاسم قال حجي ممنوع أن تكوفي ويأم عبد الرحيم ما يصر أن تكوفي أما هذا شيء ممنوع زين يا دكتور صباح واني وصلت له هاي المعلومة بس طلعت من الاختبار قلت له دكتور محمد عرب ولو أي صبحي كانوا يعلمون لأي صبحي يعلم فلان حكم وهذا حكم ما رجل أذكر اسمه لأنه يحكم الدور العراقي يقول اسمه لا ما أذكر اسمه لأنه كان أي حكم وإذا يحكم مو هاي أي حكم يعني هي الأخطاء من يجتني هس اللي حشيت أنت عليها بداية البرنامج من يجت الأخطاء أكيد من جهل بعض الحكام أكيد صحيح نعم هما ما بس جهل للبعض ها مو للكل أكيد أكيد بالعاكس ها عندنا حكام رائعين ده يتعبون وأصحاب يعني عوائل راقية وده يتعبون بالتمرين الصراحة وبالقراءة القانون بس أكو حكام عاي يصعدون بهذه الطرق طريقة مثلا أبصد شي يصعد ويفشل بالعملي بالركض هم شين نشاهد على حكم من المناطق الجنوبية فشل بالعملي بالاختبارات القصيرة وسعي حكم مشى نجم عبود مدير القسم البدنية يعني في لزمة الحكام زين مشى وسعي الحكم هذا عياخل هاي أحد أسباب شو يمشي كابتن يمشي يعني ينطينه يخليه يختبر نظري يعني 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 أبصد شي وره ما خلصنا الاختبار قال لي تعال عيد عندك انذار أو تنبيه زين أول شي لأن الحكم يفشل عند انذار وبعدين يعيده مرة ثانية إذا هم فشل يستبعدوا من الاختبار بس أول انذار محاولة ثانية ينجح يمشي قال لي عندك انذار يا فلان حكم تعال عيد أنت روحوا والله العظيم قالوا أنت الباقين الكل تروح روح استراحوا راح تبدون بالأركاض السريعة الطويلة نعم 75 متر ظلت هاي المسافات القصيرة هو ونجم عبود زين هاي الأثناء أنه أنا شفت يعني أول اختبار فشل نعم اختبار ثاني بعد ركضه أقل من الأولة أهام لهذا وقدين يجينا عليه أنه طبل الاختبارات الصراحة طبل الاختبارات النظرية طيب يعني الحكم من يجتاز الاختبار العملي يدخلوه على اختبار النظري نجي على ملف أول ملف يعني ملف آخر نعم عدنا اللي هو موضوع العدالة بين الحكام بالضبط يعني مثلا عدالة بالواجبات والترقيات يعني عدنا عدة أمثلة مثلا أنا أحد المواسم أحكي لكي عن نفسي حتى أنه أكون صريح بيها دليل يعني دليل واضح أنا في مباراة معينة بملعب الشعب الزوراء وبغدال في أحد المواسم كنت حكم مساعد الصراحة اللي غيرت هدف وهذا يعني الهدف كان صحيح أنا لغيرت يعني سوء تركيز من عندي وسوء تقدير من عندي رفعت رأي التسلل هاي الحالة أنه يعني المدرب كان راضي شنيشل والجماهير كانت يعني أنه تضغف على راضي شنيشل في سبيل تحقيق النتائج يعني لنادي الزوراء أنا يعني أعترف أنه خطائت بهاي بس يعني ما خطأ متعمل يعني سوء تقدير من عندي بالضبط خطائت بحالة معينة لأن الحكام مقيم الحكام يعني مقرب من عندي ما ذكرها يعني موجودة ما كان أكون صراحة يعني أن أكون ناقل مباشر كان مباراة تسجل نعم أنطاني درجة عالية زين في سبيل لا أتعاقب مثال آخر يعني أكو حكام العكس يعني هذا الشي حكام نجعل دوليين يعني أنت تقول ليش أكو أخطاء بدور العراقي سبب من الأسباب اللي يخطاءون الحكام يتميزون خارجيا بس داخلية ما يتميزون الدليل نعم الدليل اللي حكم الدولي بالدور العراقي يأخذ كل دور كل دور يأخذ بالضبط وما يتحاسب وما يكون مقيم يكتب عليه لأن هذا حكم دولي ما يكتبون على حكام دوليين إلا ما ندر وتحدى لجنة الحكام بس أنه تظهر يعني درجات المقيمين للحكام الدوليين نعرف كثير من الحكام الدوليين يعني صراحة يعني عدوا مخطاء ما متحمدين هاي الأخطاء بس ما يعني مسيطر يقول لك أنا كل دور أأخذ المقيم ما يكتب عليه وثاني شيء أي حكم دولي صراحة المقيم مرات عدنا ما يكتب عليه ليش ما يكتب عليه يقول لك أنا هذا كل حكم دولي يعني يأخذ لعبات خارجية يعني ينطل كلمة عشان حكام أي نعم مثلا أكو حكام كثيرين مثلا ما أريد أذكر أسمع حاليا بس أكو حكام يعني كثيرين أنهم يعني صراحة يعني يأخذون اللعبات اللي يريدوها أنا سابقا سابقا يعني أحد أعضاء اللجنة مو حج طارق بس أحد أعضاء اللجنة سابقا هم كان يخيرني يقول لي عبد الرحيم أكو مباراة مثلا بالشمال أكو مباراة ملعب الشعب ياهو تيجي عليها خيرني هذا الشي يعني هذا الشي ما صحي أنا يقول لك هذا الشي ما صحي وقلنا الأخطاء أنه الحكم يتكرر كل دور وتقييم عالي يأخذ أنا عندي أكو أسئلة يعني بصراحة مهمة جدا بهذا الملف نعم أول سؤال موضوع التلاعب في نتائج المباراة اللي أثير مؤخرا نعم أنت شنو رأيك بصراحة كابتن نعم اليوم أنت تتحدث بكل صراحة أكيد أنه السؤال اللي وراء ترى أصعب من هذا السؤال أكيد أكيد أنا جاهز نعم هاي عندي تقريرين لمباراة أربيل والحدود تقريري هم ثلاث تقارير بس الصراحة يعني قلت لك أنا شرحت لك وضع أنه انشغلت ويا العائلة ويجيت على السريع ويأدوب أنه حضرت هاي الأوراق لأنه أكد كثير أوراق بعد ما مظهرت هاي تقريرين مختلفة شوف هاي الوجه وهاي ظهر مالها أنه تقريرين مختلفات في مباراة أربيل للحدود شو يقولوا تقرير التلاعب ممن الحكام خلي أكون يعني مسؤول عن كلامي ماكو حق يم يتلاعب نهائيا أجزم ويعني أنه هذا الكلام إداراته لاعبيين وكذا المسؤولين على التلاعب يعني مثل ما كلها شافت الأستاذ فالح موسى وحتشويا على الخاص ويان هاي رسائلة موجودة ودزلي أدلة يقول لي أكو تلاعب بالدور التأهيلي زين أنت عضو لجنة عضو عضو اتحاد مركز لكرة القدم وتقول أكو تلاعب قبل فترة ظهر علينا الأستاذ كامل صغير رئيس نادي الحسين بالضبط ذكر أيضا أكو تلاعب يعني هما زين كيف الأنديا اللي ما عندها أعضاء اتحاد وما عندها مسؤولين وما حل ما يتابع قضيكي أبسط شي مثال نادي الموصل نادي الموصل عنده شكوى من 2011 بضو ما حد بطريها كان يشارك نادي الشرطة على الهبوط زين وكنا نعرف خطأ تحكيمي فازت فاز نادي الشرطة بملعب الشعب على نادي بغداد موسم 2011 بهاي المباراة فاز لو متعادر أو خسر كان نزل إلى الدرجة الأولى قدم شكوى نادي الموصل الطلب بالتشكيل اللجنة برئاسة حاج طارق عمين سر كان الاتحاد المركزي واستاذ المحامي استاذ قيس زين المحامي الاتحاد شكي اللجنة بسائل اللجنة راحت ولا حد يعرف يعني ها مقصودة مثلا الفوز على نادي برده يعني نتيجة الشرطة وبغداد نعم يعني شفنا خطأ تحكيمي يعني انت شو تقول مقصودة لو لا والله ما أجزم إنه مقصودة مقصودة لك لأنه أجزم إنه الحكام ما يتعمدون ما التعمد ما كتعمد ليش لأنه أنا الحكم إذا أريد أتميز في سبيل إنه أطلع لعد شنو يعني خطأ تحكيمي خسر فاز نادي شرطة بر أخطأ تحكيمي جزء من كرة القدر نعم ركل الجزاء بس إنه قصد ما هي المشكلة إنه الاتحاد طلب تشكيل لجنة يعني نادي الموصل قدم شكوها رسمية إحنا نجي على التلاعب أنت مثل ما أتقول تلاعب مثلاً أسا عدنا باقي عدني ثلاثة تقارير مشرف المباراة كان السيد محمد أمين نائب رئيس اتحاد نينة وليكرة القدم يطلب مني إنه أكتب على مدرب الحدود الكافتين عاد النعمة يقول لي أكتب بالتقرير زين قلت له أنا ما أكتب كل شيء أنت تكتب وأنت تدزلي إياها وأنا أسحبها من الانترنت ورح أسلمها لبغداد لأن شيء تنازح بغداد هو بربيل ومباراة جرت هنا بربيل شوف هذا ما أكوي أي شيء سلوك الجمهور سلوك اللاعبين تقرير هذا تقرير ثاني يختلف عن الأول يقول سلوك الجمهور جيد جداً وممتاز لو لو مدرب الحدود الاستفزازي للجمهور عاد النعمة الذي يعني فعل يفعل حركات مستفزة للجمهور وحركات صبيانية ومعيبة كان هو مقيم الحكام لا كان مشرف المباراة مشرف المباراة مباراة حدود وأربيل أربيل والحدود اللي ملعب أربيل ملعب أربيل اللي صارت في بيه صار بيه أنا شاكل آني شيت مساءل أول به الطاقم كان متكون خلي أذكرها من يوسف سعيد عبد الرحيم عبد الستار دارة جلال مصطفى عبد الرحيم زيان مقيم الحكام الحكم الدولي السابق محمد صاحب مشرف المباراة السيد محمد أمين نائب قال لي اكتب على مدرب الحدود أنه سوى حركات لجمهورة أربيل ما شالك أنت يعني وموجودة مكالمتي يعني يقول لي مو بعدين أخاف الملة لا يزعل علينا يعني نص الكلام ايه يقول لي الملة لا يزعل علينا يعني غير التقرير لأنه هو كتب أي تقرير شوف هذا تقرير وهذا تقرير شوف مبرق بينهم وكلفكني وتغير التقرير هناك بغدر كلفني قلت لأني ما غير أي تقرير أنت من عندك تغير بعدين رجعه وغير وختم عليها وهذا توقيع وغيرها ايه غير هذا التقرير الأول وسوى تقرير ثاني وتقرير ثالث حتى ليز تقارير آخر شيء استدعتني لجنة الانضباط حتى ليز على الملة رئيس الاتحاد استدعتني لجنة الانضباط قالت لكابتن شيني صحيح أنه مذكورة بالتقرير أنه الحكم يعني مدرب الحدود سوى حركات الزفزازية وحركات معيبة يعني ولا أخلاقية لجمهور أربيل قلت لأني هذا حظ الوقت أنا ما أحكي إلا حظي وقتي الكابتن عاد النعمة يعني ما شفته سوى هذه الحركات وكان كابتن عاد النعمة وساعد ماله رئيس نادي الحدود وعضو الاتحاد كان قبل حظاني ويتي وباسني يعني قال لي أنا أشكرك على يعني هاي شجاعة لأن أنت مني يطلب منك مشرف مباراة ورئيس الاتحاد هذا الشي وأنت ما كتبته زين هاي شجاعة من عندك ايه أنا صراحة ما ذكرتها سنت والله ما حشيت إلا الشي اللي شفته لهذا باستمت معاقبتي أربع أدوار أنه أنا ليش ما نعرف من اللي عاقبني يقول لي يعني 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 أنت استراح وما عندك كذا ومن هالأمور قلت لك أنت كنت مساعد في وقتها مساعد أول في هذه المباراة أخطأت ما يعني ما رضي أفكر الحالات الحمد لله كان علي مقيم محمد صاحب ونطاني درجة جيد جدا تعطيش العقوبة العقوبة لأن يعني ما قبلت تغير الأمر وغيرت نتيجة هذا جمناها مثال على التلاعب تعاقبت أربع مباراة تعاقبت أربع أدوار قاعد بدون أي تحكيم وهذا مثال ومع العلم كان ضروف في حال صعب طيب كانت حتى ما ياخذنا الوقت موضوع العدالة بالترقيات زين عدنا عدنا أوراق مهمة أني جاء العدالة وشوف العدالة وشوف الترقيات يعني اللي يصير بلجنة الحكام زين عدت أوراق وعدت أوراق مهمة هاي هاي الورقة نعم هاي الورقة هاي الورقتين ورقتين عدنا من مجموعة خمسة وخمسين حكم بدورة وحدة وبأمر إداري واحد زين يصيرون قسم سبعة من مجموعة خمسة وخمسين هذول السبعة يصيرون حكم درجة ثانية والباقي الحكم يبقون بالدرجة الثالثة ويحضرون تمارين زين ويحضرون تمارين وموجود التقارير مالهم درجاتهم زينة ويأخذون واجبات بس ما أنا عرف ليش انه هذول يصعدوهم وذول ما يصعدوهم زين العموم انه موضوع الترقيات هذا خمسة وخمسين حكم زين بس فقط سبعة هاية هيا الأوام خمسة وخمسين حكم بهذا الأمر الإداري نفس الأسماء فقط سبعة من عندهم يصيرون حكام يترقون على يعني موضوع الترقي موضوع خطير صراحة يعني مثلا عندنا مثال آخر محمد لؤي الصبحي بلؤي الصبحي ومحمد كامل صغير ابن كامل صغير نعم حكمين وحيدين من مجموع من دورتهم كلهم هم الوحيدين اللي ترقوا على الدرجة الأولى الباقي جماعتهم بقوا بالدرجة الثانية ليش ليش ان هذا والده حكم دولي سابق وعضو لجنة حكام وهذا والده عضو الاتحاد المركزي استاذ كامل كيف ضوابط التقييم الترقيات الترقيات صراحة يعني النوية يتجع عليها يعني أكو هناك يعني شرط معايير يعني صراحة يجوز تنطبق عليهم المعايير كابتن ليش ما تنطبق على الكل احتمال ما تنطبق على الكل لا ليش ما انطبقت على ذول الباقي الأسماء الباقي الحكام وعدهم نفس التقييم عدهم نفس التقييم عدهم نفس الدرجات نفس التمرين يحضرون درجاتهم عالية بالتقييم يعني ذول لي أنه أبوهم أكيد كنوا نعرف هذا الشي والحكام كله تعرف المعلومات اللي على قوله بس صراحة أنه يخافون لأنه تعرف يخافون على مصدر رزقهم أو على مصلحتهم يقول لك أنا ليش أطلع وتعاقب مثل ما تعاقب عبد الرحيم هذا مثال ثاني عدنا هاي يعني صراحة موضوع مهم زين عدنا حكم اسمه طيف من العمارة كنا شفنا من طلع محمد عرب ونجم عبود برنامج حيدر زكي يذكرون أنه هذا حكم مو خوش حكم نص العبارة قالوا هذا نصر الدن حكم نصر الدن ومو خوش حكم وعنده مباراة وحدة وكان بيه سيئ لأنه سوى وبعدها سوى دعوة عليهم كسب الدعوة يعني التبليغ سوى راد يجيبهم للمحاكم المركز الشرطة كنا شفنا على التصريح على التصريح اللي نكروب حقه زين لنا التشهير أكيد زين وراءها هذا الحكمي قام يأخذ بالتحكيم آخر ثلاثة دوار أخذ المباريات ويقول مدل ممتازة اي يقول حبيبي كابتن تسلم خشوم هواي مو شوية وعيونك وبعد وبعد أنا قلت لك عفية بالبطل كاسر خشوم اي لاني صراحة يعني الحكم من العمارة حكم شجاء صراحة طيب كابتن خلي ركز على فتحالة المخرج يقول لي ماضي الوقت نعم موجودة شفت بواحد من الملفات اللي انتجها نعم مساءل طائفية أنا ما يدعب لكن خلي أسألك عليها نعم موجودة هاي في لجنة الحكام آني آني للأمانة يعني وياي شخصيا ما صار هذا الشي بس صارت ويا مجموعة حكام وذول حكام يعني موجودة من محادثة مالهم وشوفت اكيا قبل البرنامج نعم حكام يقولون نحن نعاني من الطائفية بهذا الموضوع يعني 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 ذكروا لي اسمها حكام لجنة حكام بس ما ردي أذكرها بس أنا يقول عندي يعني موضوع العدالة إيش قام يسوون يعني قام ي أكو حكام لأنهم أولاد مسؤولين والدليل أحمد صباح قاسم أنا ما أحكي على شخصية الحكم ولا على أخلاقها أنا أحكي على العمل لأنه بين صباح قاسم صباح قاسم أول مصر رئيس لجنة حكام أحمد صباح صار حكم دولي ابنه زيان عمره خمس أيام خمس أيام بالشارة الدولية يأخذ مباراة دولية خمس أيام من أخذ الشارة الدولية ينطو مباراة دولية وهذا الشي يعني الحكام يعني لا ينطون الواجبات لكل الحكام بصورة صحيحة ومبدأ العدالة والله كان عندنا صار حكام يعني مو واحد اثنين والله كلها حكام صار دوليين لأن الحكم شون يصير حكم يعني بكثرة المباريات زيان ومباريات يعني المقيم يكون يعني مقيم يعني راقي ومقيم معروف لأنه صراحة مقيمين يجنع المباراة ينامون قسم المقيمين ينامون والله ما يعني شي يصير هو سواء مقيم أو مشرف وعندي ملف أيضا يعني ليش ما أنطي يعني تقييم أسعدنا حكام درجة أولى يأخذون تقييم دور العراقي ليش أنطي القسم وما أنطي القسم ليش ما أنطي لكل الحكام الدرجة الدرجة الأولى السابقين ليش ما كلهم أنطيهم تقييم ليش أنطي لذول الأشخاص هذول الأشخاص سؤالت عليهم أثبت لي أنه كل شخص قريب من عضو اتحاد مركزي كل شخص يأخذ بالدرجة أولى ما عدا ما عدا ثنين رؤساء لجان اللي هو لبيب رئيس لجنة حكام كاركوك علي عباس رئيس لجنة حكام بابل هذول حكام درجة أولى ويأخذون تقييم بالدور العراقي لأنهم أركان صالح رئيس لجنة حكام ديالة لأنهم رؤساء لجان أما باقي الحكام اللي يأخذون تقييم بالدور العراقي أكثرهم مقربين خلي نروح كابتن نعم لأنه يبدو أنه الوقت أعتقد شارف عن نهاية علي خلي خلي نأخذ لقاء اليوم مع مدرب نادي الخيرات بكرة السلة الكابتن مهند الحمداني اللي طبعا يقدم فريقة مستويات أيضا كبيرة تحية إلى خلي نشوف هذا اللقاء الأجراوية الزميل عزيز عباس خلي نشوف هذا اللقاء ومن ثم لنا عودة ومن ثم Architecture من بداية من مراسة كرة السلة كلاعب في испن انتустить سنة 2007 مثلت من نهاية تسعة مواسم وهذه السنة نادي الخيرات مثلت نادي الروضتين منذ سنة 2010 إلى سنة 2018 وسنة 2019 مثلت نادي الخيرات وباقي السنوات تمثلتها كمدرب منتخب محافظة كربلا صاحب فضل علي أستاذي الله يرحم أستاذ كاظم علي رئيس التحدي صاحب الفرعي سابق انتخب المفضل عالميا متخب الاسباني الشرطة نادي الشرطة الرياضية لاعب المفضل عالميا لبرون جيمس الحقيقة السبب أهمال الألعاب الرياضية هي الأندية أنا لا أضبها على قوله للمسؤول المسؤول يعني الحكومة اللي نقول لا المسؤول هو المسؤول الرياضي يعني تجي هو كهرم هذا لازم الكل هو مسؤول عليه يعني الأندية بها هو يخلط ما احترامي للناس الرياضيين اليوم نشوف احنا الرياضي دائما مبتعد عن الساحة ليش لن ما يقدر يشتغل لن كلها تحزبات الرياضة معلسف دخلت ويل أحزاب ولذلك تشلت فشلن يعني نقول نحنا ذريع فأتمنى يا ربي أن ينظرونها نظرة نحن يعني مثل ما نقول عندنا السلة السلة تشوفها يعني لعبها ما تكلف في الشيء لكن من تجي يقول لك نحنا كرة القدم كرة القدم على عين وعلى رأسي يعني اليوم نلعا كرة بس باقي اللاعبين تجي يعني عنده مواهب مثل المنطدة أو تنس أو الريشة ذلك الألعاب تشوفها مغمورة فما نحتاج اليوم نحتاج من الرسالة ان يضعون بصمة أو يخلون مدربين على هذه الألعاب تشوفت يعني اليوم بس يمارس كرة السلة ما يقدر يلعا كرة قدمه زين هذا وين يروح لازم انت اليوم تفتح له بواب النادي مالتك تشوفه محتاج ما محتاج وما محتاج يعني اليوم فلوس من عندك أو يريد راتب لا يعني يريد هو تجهيزات الرياضية يريد هذه ما يريد نحنا نقول معنويا ما نقول مادية فأتمنى يا رب ان ينظروا لهم نظرة أبو الابنة ان شاء الله يا رب توافق الاندي بعمله موجهة القادمة ان شاء الله يا رب مستمروا ان هذا الخيرات الرياضي في الموسم القادم ان شاء الله التوفيق يا رب سواء العاشر كارتين لاعبين تتوقع لهم مستقبل لاعبين تتوقع لهم مستقبل للاعب مصطفى فاضل تحياتي اليه ومصطفى محمد يعني المصطفين الاثنين تحياتي اليهم من برنامجه اذا شكرا للاخر عزيز عباس سعيد على هذا اللقاء بقى الدقيقة للحكم الدولي عبد الرحيم البدراني نعم كابتن في دقيقة نعم بالصراحة هناك ملفات مهمة ملفات خطيرة ارجو من الاتحاد الاراقي يفتح هذه الملفات منها اكو حكام دوليين غير معتمدين يعني الحكم الدولي مني فشل ثلاثة اختبارات ينشال من لائحة الباج الدولي ينشال من عنده عندنا حكام يأخذون حكام دوليين سابقين وفيش لابره اختبارات الدولية نعم يعني نعتبرهم غير عاملين بالضبط بس يأخذون حالهم حال حكام دوليين المحتمدين وهذا هدر للمال العام يعني اليأخذ كل دور اليأخذ نفس الاجور اللحكام الدوليين عندنا موضوع مهم عندنا حكم دولي سابق يصبح فيشل بثلاثة اختبارات في النخبة الآسيوية ومع تمديد موسم كامل العمره وتجاوز الـ 45 سنة فيشل مقعد للعراق يظل موسم كامل مقعد للعراق فارغ بالنخبة الآسيوية هذا يجب أن يهدر للمال العام عندنا موضوع آخر على التزوير عندنا موضوع مهم وخطير هذا الملف جايب بس ماذا الوقت يعني صراحة عرض هذا الملف حكم مزور ويحترف بالتزوير وحتوية الحكام يعني من محافظتهم قال لهم صحة أنا مزور موجود المحادثات جايبها طابحها قال صحة أنا مزور بس أترجاكم لا تعرضون هذا الشي وأني أنطيكم فلوس كل شيء أدفع بس لا تعرضون هذا الملف والمشكلة لجنة الحكام تعرفوا في هذا الموضوع يعني لجنة الحكام حكم من الحكام مديش المحافظة حتشة هي لجنة الحكام والرد نصا من دكتور صباح قاسم اللي مع الأسف يعني أنا أتكلم عن العمل ما أتكلم عنه نزاهته ولا عن شخصيته دكتور معروف ونزيه بس كعمل صراحة يتعامل بدكتاتورية يتعامل تعالي صراحة شلكية قال لهم موعب عليكم أنه تحكين على بالمحافظتكم زين موعب عليكم اسكتوا خلي هذا حكم حال حال باقي الحكام ونصا حال حال أكو حكام من كربل هم مزورين نصا أنا أشكرك كابتن أنا أشكرك وهذا الشرف أنه اليوم أنه أنت جئت لبرنامجنا الله يسمي حتى تفتح كل هاي الملفات أمام الرأي العام وأنا أوعدك أنه هاي الملفات كلها راح أخليها على طاولة من يهمه الأمر اللي أنت ذكرتهم في بداية حديثك أوعدك وعد أنه كلها هاي أنا راح أخذها أوديها للي ممكن أنه يحق الحق في هذا الموضوع أنا أشكركم قناة سامراء صراحة أنه على أفساح المجال لأظهار يعني العديد من الملفات الخطرة والمهمة يعني في اتحالي العراق لجنة الحكام وقلت لك يعني ناشرته أستاذ أيار ابنيان مستشار رئيس الوزراء للشؤون الرياضة والشيخ صباح الكناني والشريفين والطيبين بالاتحالي العراق في المركز إنهم تابعت هاي الملفات وأنا جاهز أعرضها لأظام الجميع يعني بالأسماء وبالصور شكرا جزيلا شكرا جزيلا إذن أحبت المشاهدين لم يبقى يديه إلا أنا أشكركم على حسن المتابعة والإصغار قبل لا أختم أقول أنه كل واحد ورد اسمه في هذه الحلقة حق الرد مكفول ونتشرف به وما إجه في هذه الحلقة هو على لسان الحكم الدولي عبد الرحيم البدراني أشكركم نتمنى أن نلتقيكم في حلقات القادمة حتى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا بارك الله شكرا